السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عمر من برنامج الصيدالي. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن النقرس وكيفية علاجه. يلا بينا. اسباب حدوث النقرس. هم اسباب حدوث النقرس هو زيادة في حمض يسمى حمض ديوريك اسد. الزيادة في الحمض ده بتؤدي الى ترسب باللورات في الانسجة تسمى باللورات اليورات. البلورات دي بتسبب الام مبرحة في المفاصل وفي الانسجة وخصوصا في الاصبع الكبير من القدم وفي كعب القدم. والظاهرة دي تبقى اكتر عند الرجال من النساء. طب ايه الاغذية اللي ممكن لو كانتها تزيد من نسبة حدوث النقرس او تزود النقرس. اولا اللحوم الحمرة. ثانيا الكبدة. ثالثا السبانخ. ورابعا المشروم وكمان الفول بيزود مسبة حدوث النقرس. واخيرا المشروبات الكحولية. ايه اهم اعراض النقرس هي احمرار او تورم في المنطقة الملتهبة او المكان المصاب بيبقى فيه التهاب. واحمرار مسحوب بتورم. ايه هو البروتوكول الاشهر لعلاج النقرس. اولا في علاج النقرس لازم نعرف ان النقرس بينقسم لحاجتين. يا اما نوبات حادة من النقرس. يا اما نوبات مزمنة او حالات مزمنة. في حالة النوبات الحادة ممكن ناخد قرص من ادوية مرضى الالتهاب والتعارم ومساكنة في نفس الوقت. زي الاركوكسيا او الريبوكس. ده بيكون قرص مرتين يوميا طبعا حسب اشارة الطبيب وبعد اشارة الطبيب. اتنين في الحالات المزمنة بناخد ايه بقى? في الحالات دي ممكن ناخد اولا اقراس او تذوب همض اليوريك اسد اللي زيادته بتعمل نقرس. زي فوار يروسلبين او فوار يورال. والحاجات دي كلها تتاخد كيس على نصف كوب ماء كل تمن ساعات. وممكن نتناول ادوية تشيل اه اليوريك اسد او تمنع ترسب باللورتة في اليوريك اسد. زي الزيلوريك. وده طبعا جرعته بنتحدد حسب الحالة. وده لازم يتاخد تحت اشراف طبيعي. اهم النصائح اللي بنصح بيها عشان نتجنب زيادة الحالات النقرس او نحمي نفسنا من النقرس او في حالة مرضى النقرس. اهم النصائح اللي بنصحها المرضى النقرس هي اولا ان احنا انتناع عن الفول والمشروم والسبانخ اللي هم الحمرة والكبدة واهم حاجة لمشروبات الكحولية. تانيا النبطة لناخد الادوية اللي بتزود ترسب حمض اليوريك اسد او بتزود حمض اليوريك اسد في الدم. زي ايه? زي الاسبرين وزي مدارات البول. تلاتة نزود من شرب الماء يوميا من اثنين لتلاتة رتر تقريبا. واخيرا نعمل كمادات مية بردة على الاماكن المصابة عشان نقلل التورمات والالتحبات. لو اعجبكم المحتوى اللي بقدموه اتمنى ان تابعوني على الاكاونت بتاعي على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب والتيك توك. وحسن لكم كودر الخاصمة بتاعي من ايهرب اللي حابب يستفيد منها. كل تمنيتي لكم بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.